اشتركوا في القناة 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 طيلة الفترة السابقة والتي اكدت فعلا على ان الجمعية متخنضقة مع شعبها خاصة في الظروف الصعبة التي ألمت لنا كجزائريين على غرار جميع سكان العالم اشتركوا في القناة طالبا في المدرسة الاقتدائية في مدرسة شوق رشيد في مسجد فتح فليب كيشير وافره ايضا شفلا في كشافتها في فوج الحرية واليوم ما شاء الله اليوم هو استاد نشط في تدريس في مختلف جامعة جزائرية وايضا على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي وفي المؤسسات التعليمية والتفكير فقط وربما هنا نستدرك لنعتذر عن هذا التأخر فالدكتور مبيل شريخي قادم من مدينة ستيف من مدينة قصنطينة عفوني إلى مدينة ستيف حيث كان يستاهم ويشارك في احتفاء واحتفال لحدث آخر مهم جدا في تاريخ الثورة خصوصا بمدينة ستيف وهو احد الذكرى في اليومائي 45 فنشكره هو ربما تأخر بسبب هذه الأمطار التي نسأل الله أن تكون غيثة رحمة وإن شاء الله تكون سبب للرخاء في هذا البلد السعيد حتى لا نطيل على المتسبعين نريد أن نبدأ هذا الحوار لنسأل سؤالا مهما كثيرا ما يتبادل لأذهان المهتمين وحتى عموم الجزائريين لماذا يتجدد دائما السؤال والاستفهام عن دور الجمعية في علم المسلمين في فور التحليل المبارك نعم هو سؤال حاري بالضرح لماذا دائما يطرح مثل هذا السؤال عن دور الجمعية دون غيرها أو أكثر من غيرها أكاد أجزم بأن هذا التساؤل أو هذا النقاش في كثير من الأحيان يكاد يكون بلا طائب بل سيصبح عقيما في أحيان أخرى لأن من المسلمات على أن جمعية العلماء المسلمين مثلما سيأتي معنا كان لها مسار طويل هذا المسار منذ تأسيسها في الخامس مايو عام 1931 فتأسيس جمعية العلماء المسلمين يدل على هذا المسار الطويل الذي سيصل بنا إلى 1954 من بين الأسباب التي يمكن ذكرها والتي دائما تجعل هذا السؤال يتكرر سواء من طرف عموم الشعب الجزائري أو حتى من طرف الباحثين يعني لا أخفي وأنا أدرس مثلا تاريخ الطورة دائما نجد الطلبة عندما نصل إلى ردود الأفعال من اندلاع الطورة يكاد يتملكهم بعض الشك عندما نتطرق إلى موقف الجمعية فهذا الأمر ممكن فيه مجموعة من الأسباب من الأسباب التي يمكن أن أذكرها في هذا السياق هو ما تعلق أولا بالكتابة حول الثورة الجزائرية لأننا للأسف الشديد في كتابات الثورة التحريرية المباركة نجد عدم تحديد معنى دقيق للثورة لأن التحديد لمصطلح الثورة هو الذي أراه سببا رئيسا وراء مثل هذه التساؤلات التي لا طالما تتكرر هذا التساؤل سيكون قبيلة أو أثناء التحضير للطورة التحريرية وسيستمروا بعد الاستقلال لأنه مثلما شبه الأستاذ الدكتور نصر الدين سعيدوني وكأن الجزائريين ركبوا حافلة عام 1954 ثم نزلوا منها سنة 1962 في حين أن الثورة مثلما تعريفها الشامل هي ذلك الجهد الطاويل والنهضوي الذي يؤدي إلى تغيير تراكمي أيضا نعم تراكمي فعلا لمختلف جوانب الحياة ولا يقتصر فقط على عمل عسكري أو حربي بإطلاق الرصاص وكذلك المدافع يعني هذا ممكن سبب أول هو قضية عدم تحديد مصطلحة للطورة السبب الثاني الذي يمكن أن يُعزى إلى ذلك يعني النقاش الذي دائما يضور في هذا السياق حول دور الجمعية هو نسبة الطورة إلى حزب دون بقية أطراف وكذلك اتجاهات الحركة الوطنية فهذا الأمر أيضا يكون وراء ذلك الأمر في ادعاء على أن الطورة كانت فقط من نتاج فصيل وكذلك اتجاه من اتجاهات الحركة الوطنية وهو الاتجاه الاستقلالي وهذا الذي يطرح تساؤلات عن أدوار الاتجاهات الأخرى بهذا الأمر يضاف إلى ذلك يعني إلى هذين السببين الأساسيين يضاف إلى ذلك تيك التغذية إن صح التعبير الإيديولوجية لهذا الموضوع لأن هذا الموضوع هو تاريخي لكن للأسف سنجد بأن هناك يعني محاولة استعمال موقف جمعية العلماء المسلمين في بعض الخلافات بل أقول الصراعات الإيديولوجية التي لن تتوقف عند 1962 بل ستصمر إلى يومنا هذا يعني تيكم تقريبا أهم الأسباب التي يمكن أن تستوقفنا فيما يخص الأسباب التي دفعت أو تجعل دائما هذا السؤال يكرر نفسه في كل مناسبة أو في كل مجال يتعلق بدور الجمعية إذن خلال تقديمكم أستاذ نفهم أنه في نهاية المطاف التوراة التحريرية خصوصا الجزائرية المباركة التي نبتخل بها ونعتبر أنها أكبر عمل عظيم قامت به الجزائر في عصر الحديث نستطيع أن نقول أنه في نهاية المطاف هذه التوراة هي لحظة تتويج النظالات قديمة ربما في حالة الجزائر انطلقت منذ أن وقعت أقدام الفرنسيين والجيش الفرنسي في الجزائر هيقل كان يقول عن فلسفته في التاريخ في يعتبر الهيقلي أنه دائما هناك تاز أنتفاز ثم سنتاز في الجزائر ربما نستطيع أن نقول أنه تاز في وجود الاستعمال الفرنسي الاحتلال الفرنسي أنتفاز هي المقاومة الجزائرية المستمرة بكل أشكالها وبتنوع طرقها ثم كان الاستقلال هو تتويج لكل هذه النظالات فإذن هل يمكن أن نقول في النهاية أن الثورات هي تتويج لمرحلة طويلة من المقاومة ومن النظال ضد الاستعمار نعم لا شك في ذلك بالنسبة إلى الثورة التحريرية هي فعلا تتويج لنظالات طويلة للشعب الجزائري هذه النظالات التي خاصة بالنسبة إلى مقاومة السياسة الاستعمارية التي لم تتوقف منذ عام 1830 تلك النظالات هي التي جعلت الشيخ البشير الإبراهيمي يذكر بأنه من الخطأ إعطاء أولوية لهذا المدرس أو ذاك لأنه يشبه الذين قاموا بجهود نظالية قبل 3 نوفمبر 54 وكأن كل واحد يقوم بالتحضير لهذا الموعد من جهته إن على المستوى الإصلاحي وكذلك على المستوى الاجتماعي أو على مستوى ذلك يعني البعث وكذلك يعني ما يسمى يعني بالحس الوطني خاصة في العشرينات في تيكا النقابة العمالية في باريس إلى غير ذلك هنا يمكن أن أعود إلى الأصل الذي كان انطلاقة لطورة التحريرية وهو بيان أول نوفمبر الذي يعتبر إعطاء إشارة لانطلاق هذا الجهد الطوري المبارك عندما ساغى قادة الطورة الأمجاد بيان أول نوفمبر نجد فيه عبارة مهمة جدا هذه العبارة تنطلق بالقول إن الحركة الوطنية بعد مراحل من النضال قد أدركت مرحلتها الختامية فهذه العبارة فعلا تلخص بأن الحركة الوطنية يعني أو الثورة التحريرية ما هي إلا تتويج لذلك الجهد الوطني منذ عام 1830 مع ذلك أن الثورة إن كانت قاطيعة مع ممارسات خاصة حركة انتصار الحريات الديمقراطية إلا أنها في المقابل كانت تتويجا هذا التتويج هو الذي يجعلنا نتكلم عن الأدوار التي قامت بها مختلف الاتجاهات في الحركة الوطنية وعلى رأسها جمعية العلماء المسلمين جمعية العلماء المسلمين هذه الجمعية التي قلنا تأسست وفرنسا تحتفل بالذكرى المئوية لاحتلالها للجزائر جاءت لتؤكد على أنها ما يسمى كاتجاه من اتجاهة الحركة الوطنية لأنه ممكن هنا قبل أن ننتقل إلى هذا النطل لابد أن نعرف ما معنى مصطلح الحركة الوطنية لأن مصطلح الحركة الوطنية بمفهومها الشامل والصحيح هي مختلف ردود الأفعال الوطنية توجاه السياسات الأجنبية الاستعمارية التي تستهدف بلدا ما معنى ذلك أن الحركة الوطنية لا يجب أن تفهم خطأا مثل ما يشاع دائما على أنها ذلك يعني النشاط السياسي فقط من تأسيس أحزاب سياسية وغيرها الحركة الوطنية هي مختلف ردود الأفعال الوطنية لذلك ندخل فيها المقاومة المسلحة ندخل فيها الجانب والمقاومة السياسية من تأسيس الأحزاب وغيرها وكذلك مختلف النشاطات الفكرية معنى ذلك في هذا التعريف نستطيع القول بأن الجمعية أو جمعية العلماء المسلمين هي اتجاه من اتجاهات الحركة الوطنية بمنصوص هذا التعريف الصحيح للحركة نجد أن جمعية العلماء المسلمين جاءت لمقاومة مختلف السياسات الاستعمارية وعلى رأسها التجهيد لا يخفى علينا بأن سياسة الاستعمارية قامت بغلق المدارس عطلة التعليم العربي الإسلامي كذلك نجد أنها ستستهدف المساجد ستستهدف المساجد في سياسة التنصير بالإضافة إلى سياسات أخرى ويتشجيع الخرافات وما إلى ذلك فنجد إذن بأن جمعية العلماء المسلمين ستقف في وجه هذه السياسات الاستعمارية إن على مستوى التعليم نجد بأن أول خطوة قام بها الشيخان عبد الحميد بن باديس والبشير الإبراهيمي رحمة الله عليهما بعد العودة وذلك اللقاء المهم جدا عام 1913 بالحجاز هو ضرورة الاهتمام بالتعليم لذلك لم يتخلف عبد الحميد بن باديس بالتدريس بدءا من الجامعة الأخضر وكذلك بالنسبة إلى الشيخ البشير الإبراهيمي ثم بعد ذلك توالى بناتيكا المدارس إلى مدرسة الحديث بتنمسان عام 1937 إلى معهد عبد الحميد بن باديس عام 1947 إلى غير ذلك من عشرات بالمئات المدارس معنى ذلك أن الجهد التعليمي كان مهم جدا في مقاومة سياسة استعمارية وهي سياسة التجهيد كذلك يضاف إلى هذه المقاومة التي قامت بها الجمعية العلماء المسلمين وهي كذلك المحافظة على الهوية الوطنية الجزائرية والتي الدعامة والأساسية هي الإسلام ذلك الإسلام الذي حاربته فرنسا إما بسياسة التنصير وإما أيضا بتشجيع وكذلك الفرافات والدجل الذي قامت فرنسا بتشجيعه هذا الأمر هو الذي جعل وهنا ممكن تستوقفنا عبارة مهمة جدا أو قول مهم جدا للشيخ عبد الحميد بن باديس عام 1938 عام 1938 بعد حادثة مقتل الشيخ كحول سيستجوب الشيخ عبد الحميد بن باديس بالاستجواب الذي قامت به السلطات الأمنية الفرنسية في مدينة الجزائر نجد الشيخ عبد الحميد بن باديس يصف ما كانت تقوم به الجمعية في مقاومة خاصة تيكا يعني الفرافات التي كانت تقوم بها بعض الطرق الصوفية بالقول بأن الطرق الصوفية نستطيع تمثيلها بأنه كان يحدث في جزائر مثل ما حدث في أوروبا في أوروبا مع النهضة الأوروبية فشبه عبد الحميد بن باديس أن الأعمال التي كانت تقوم بها تيكا الزوايا من بث للفرافات وغيرها بذلك الأمر الذي كانت تقوم به الكنيسة يعني الكنيسة كانت تحجر على العقل الأوروبي فكانت أيضا تيكا الزوايا وبعض الطرق الصوفية تحجر على عقل جزائري نؤكد على كلمة بعض الطرق الصوفية لأن طرق الصوفية أخرى بالعكس كانت مساهمة في الجهد الوطني الجزائري من أجل تحرم نعم فأقصد بالتدخير بعض الطرق الصوفية وليس كل طرق الصوفية نعم لطبيعة الحال ليس الأمر على سواء بل أقصد بعض يعني بعض الانحرافات التي وقعت فيها بعض الطرق الصوفية في هذا الأمر والذي استوجب دفاعا وتصحيحا إن صح التعبير من طرف جمعية العلماء المسلمين قلت إذن الشيخ عبد الحميد بن باديس يشبه ذلك بحركة الإصلاح الديني الذي قام به علماء أو رجال الدين بين شولتين لأنه نحن عندنا علماء ليس رجال الدين فقال بأن حركة الإصلاح الآن الديني في أوروبا هي التي استطاعت أن تزيل ذلك الأمر والذي هو عبارة عن سيطرة الفكر الكنسي على العقل الأوروبي وحجره في مستوى مناء التفكير فيذكر الشيخ عبد الحميد بن باديس بأن الطرقيين يمثلون تيكا السلطة الكهنوتية أو الكنسية التي كانت في أوروبا في حين أن السلطة الاستعمالية مثلها بمثابة الإقطاع الإقطاع الذي يعني كان متحالفا مع الكنيسة في القرون الوسطى ليشبه ما كان يقوم به رجال الإصلاح من كالفن وغيرهم على أن هذا الأمر هو الذي قام به علماء الجمعية فنجد إذن عبد الحميد بن باديس في هذا القول يشبه ما كانت تقوم به الجمعية بذلك الجهد الذي قام به علماء النهضة لذلك من يعني السفة أن يأتي مثل اليوم مخترع أوروبي ثم يقول على أن الإختراعات هذه التي قام بها المخترع الأوروبي في مخترع بوتنبيرغ إلى غير ذلك لم تكن لها علاقة بذلك الدور الذي قامت به يعني حركة الإصلاح الديني نعم التي أخرجت العقل يعني الأوروبي من سيطرة الكنيسة ولا يخفى علينا موقفها من غاليل وغاليل وغير ذلك من العقول الأوروبية التي أرادت التفكير في بعض المسلمات وبكذلك ما تعلق بالطبيعة إذن معنى ذلك إذن الدور الذي قامت به جمعية العلماء المسلمين يؤكد تيكا النظالات إن جئنا مثلا إلى بعض الوقافات التي تستوقفنا أنا كنت دائما عندما أريد أن أربط بين مختلف مراحل النظال الوطني تستحضرني مقولة جميلة لأحد الذين حضروا للطورة والذي كان عضوا في الكريا وهو رمضان بوشبوبة هذا رمضان بوشبوبة كان مسؤول التنظيم في حركة انتصار الحريات الديمقراطية رمضان بوشبوبة يكلف سنة 1947 من طرف قيادة الحزب حركة الانتصار بمحاولة تعبئة الشعب الجزائري وتأطيره في إطال حركة الانتصار للحريات الديمقراطية فسيقوم بجولة طاولة بدأها بغرب البلاد إلى غاية شرقها فيذكر رمضان بوشبوبة في سنة 1947 قائلا بأنه لم يكن يجد حرجا في تعبئة الشعب الجزائري من أجل أن يتأطر وينضم إلى هذه الحركة التي تبغي الحرية والاستقلال فقال أنه كان عندما مر بوادي المقطع لم يكن يجد بدا وحرجا على أن يستعين ببطولات الأمير عبدالقادر في معركة المقطع عام 1837 بعد ذلك يقول أن نمارته بمنطقة إلى منطقة مجانة والجعافرة ويذكر بأنه ذكر الجزائريين ببطولة ومقاومة المقراني الذي الأمس فقط تحل ذكرها كذلك استشاده في مقاومة 1871 فبعد ذلك يقول بأنه استمر في مختلف مناطق الجزائر يذكر الجزائريين ببطولاتهم ثم يقول عبارة رائعة جدا يقول نحن أثرياء بتجارب الماضي يعني معنى ذلك هو يؤكد على أن الجزائري يعني بتجاربه ونضالاته يجد تيكا الأمثلة التي تدفعه دائما إلى النضال الوطني قدما نحو الأمان قلت قلت يعني سأعمل دائما هذه العبارة لكن وأنا أحضر حقيقة لهذا الموعد استوقفتني عبارة مهمة جدا للشيخ مبارك الميلي رحمة الله عليه مبارك الميلي عام 1925 يلتقي بالشيخ توفيق المدني وكان أول لقاء بينهما يذكر الشيخ مبارك الميلي في هذا اللقاء الذي كان في الجزائر العاصمة على أنه تدارس مع الشيخ توفيق المدني والذي كان مبعدا من تونس لتوه فتناقش الأوضاع التي كانت تمر بها الجزائر استوقفنا الآن عبارة ذكرها الشيخ الطيب أو مبارك الميلي قائلا إن الجهاد في الجزائر سيكون شاقا مريرا والشعب الجزائري روحيا بخير إنما الطرقية الفاسدة ترديه والاستعمار يبيده ويفنيه وهذه التي تكلمنا عنها منذ قليل إنه إن سمع ويقصد الشعب تلك الكلمة ووجد ذلك الزعيم ووقف عملاقا صلبا جبارا عنيدا كما وقف من قبل تحت راية الأمير عبدالقادر وأحمد باي يعرف كيف يموت ويعرف كيف ينشئ الحياة هذه العبارة نجدها في مذكرة إفاح في الصفحة الثامنة هنا نجد أن إن بارك الميلي يعود إلى بطولات الأمير عبدالقادر وإلى بطولات أحمد باي مثل ما سيعود إليها كما قلنا رمضان بوشبوب عام 1947 معنى ذلك أننا نعود عشرين نعم تواصل إلى ذلك النضال الوطني الذي ذكرنا الذي نص عليه بيان أول نوفمبر على أن الحركة أو ثورة تحريرية ما هي إلا تتويج ما هي إلا تتويج هذا التتويج فعلا موضوعيا لا بد أن لا نغمط النشطاء أو الثوريين حقهم لأنه فعلا الحركة الوطنية مرت بمخاضات العسيرة عندما نتكلم خاصة بعد 1945 نجد بأن الحركة الوطنية الجزائرية ستعيد بناء نفسها من جديد لكن نذكر عبارة مهمة جدا ذكرها عبد الحميد مهري رحمة الله عليه في مقدمته لكتاب جذور أو النظمبر يقول على وهو يصف الدور الذي قام به النشطاء بالقول على أن المجموعة التي شكلها بوبياف وديدوش ومصطفى بن بولعيد وكذلك العربي بن مهدي يقول كانت نعم مجموعة ستة نعم كانت أكثر حسما وعزما كانت أكثر حسما وعزما في التحضير للعمل المسلح الذي شرعت فيه معنى ذلك يعني أن النشطاء أو الثوريين بعد اجتماع منروج في الضواحي الباريسية في مارس 1954 يعني سيقومون فعلا بالانتقال إلى العمل المباشر لذلك في هذا السياق يمكن يعني حتى أختم هذه الجزئية ما شبه به أحد المنتمين إلى الحركة الإسلامية في الجزائر وهو الدكتور أحمد بن محمد عندما يذكر وهو أحد يعني ثمر وكذلك من التلاميذ المقرب لشيخ أحمد سحنون وهو من تلاميذة المدرسة الباديسية يذكر ويشبه ما قامت به جمعية العلماء وما قام به النشطاء بالقول بأن العلماء كانوا بمثابة أطباء أطباء يعني شخصوا مرض الأمة من يعني جهل واستهداف لمقومتها في حين وصف النشطاء بأنهم كانوا جراحين والطبيب أمامي لا يمكن للجراحي أن يستغني عن جهد الطبيب في تشخيص المرض لذلك هذا هو التواصل الذي تم بين جهد جمعية العلماء المسلمين وغيرها من اتجاهة الحركة الوطنية كنجم شمال إفريقيا في العشرينات ثم حزب الشعب الجزائري 1937 فحركة الانتصار والتي سيكون منها اللجنة الطورية لليحدة والعمل فاجتماع الـ 22 فتفجير الطورة التحريرية مع ذلك فعلا أن الطورة التحريرية هي تتويج هي تتويج لنضالات الشعب الجزائري التي لم تتوقف عقوا منذ عام 1813 شكرا على هذه التوضيحات وهذا الإجمال الذي أعطانا صورة أكثر من ذهاب التفاصيل وفلان قال أو فلان أرد بجوابه لكن يعني الشروحات توضح بطريقة واضحة لا لبس فيها أن هناك عمل تكاملي وعمل كل طرف كان يضيف العمل الوطني حتى وصلنا إلى لحظة التتويج الأولى التي هي اندلاق التحريرية ثم كانت لحظة الاستقلال في 5 جويل 1962 ولكن أستاذ لبيل الآن نذهب إلى الأحداث والتفاصيل هل يمكن أن نسرد أحداث ووقاع تربط بين علاقة بين الجمعية العلماء المسلمين والثورة التحريرية مباشرة ولا نتحدث عن الحركة الوطنية قبل ذلك هل هناك أحداث وأدلة تثبت هذه العلاقة وتعضد ما كنت تقولهم قبل قليل بالنسبة إذا جئنا إلى مسار يعني علاقة جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بالثورة يمكن أن تعود بنا إلى عشية الحرب العالمية الثانية الحرب العالمية الثانية كانت السلطة الفرنسية تريد موقفا موقفا مساندا من جمعية العلماء الجزائريين للثورة لكن نعرف ذلك الموقف المستميت للجمعية بل يجب أن نذكر بأن الجمعية اضطرت إلى توقيف صحافتها وذلك بمحذ إرادتها حتى لا تتخذ منبرا نعم وتوقع في الإحراج من طرف السلطة الاستعمارية هذا الذي سيدفع الآن السلطة الاستعمارية إلى نفي النائب رئيس الجمعية وهو الشيخ البشير الإبراهيمي وكذلك الحجر على الإمام عبد الحميد بن باديس إلى غاية وفاته في 16 أبريل عام 1940 فهذا يدلنا على أن الجمعية الآن قبيل الحرب العالمية الثانية بدأت مواقفها تأخذ نوعا من الإختلاف مع السلطة الاستعمارية وإن كان في بعض الأحيان نجد بأن بعض المهادنة التي ممكن تلام فيها الجمعية في بعض المواقف لكن هي تعبر أيضا عن ذلك المشروع الطاويل لأن الأستاذ محمد القرصو حاول دراسات كثيرة على ذكر موقف الجمعية دراسات جامعية كثيرة نجد بأن الدكتور محمد القرصو من جامعة وهران يربط يعني حول الدور الذي قامت به جمعية العلماء المسلمين الذي يقوم على العقلانية وكذلك على المرحلية وعلى المرحلية لذلك نجد الكثير يعني يلوم مثلا موقف جمعية في مؤتمر عام 1936 مؤتمر الإسلامي نعم مؤتمر الإسلامي عام 1936 لكن ذلك يعني ملك النبي رحمة الله يعني كتب وانتقد ومشارك بجمعية الإسلامية نعم وإن كان يعني ننظر أيضا إلى هذا المؤتمر على أنه محاول لتجميع القوى الوطنية لأن المؤتمر الإسلامي حاول أن يخرج بإجماع نعم هناك بعض التنازلات التي قدمتها الجمعية لكن هذه التنازلات كانت في سبيل يعني الحصول على إجماع وهنا موضوعيا لابد أيضا أن ننوها بذلك الموقف للحزب الاستقلالي الذي مثله كذلك في ذلك الوقت مصالي الحاج خاصة في المؤتمر في سبعة أوت 1937 بعد عودة الوفد من باريس عندما أخذ حفنة من التراب قال أن هذا التراب ليس للبيان فهذا يدل على أن الحركة الوطنية ستكون لها بعض المواقف للتقارب مثل ما سيكون ذلك في حركة أحباب البيان والحرية إذا جئنا إلى فترة الحرب العالمية الثانية نجد بأن الجمعية ستنخرط مع مختلف القوى الوطنية خاصة في بيان فيفري 1943 هذا البيان الذي قدمت نسخ منه للحلفاء وكذلك للسلطة الفرنسية نجد بأن الجمعية شاركت في سياغته والذي كان قد ساغه فرحات عباس بيان فيفري 1943 يؤكد على أن الجمعية أو جمعية العلماء المسلمين كان لها دور خاصة في هذه المرحلة التي تجمع فيها خاصة الاتجاه الإدماجي والاتجاه الاستقلالي وكذلك جمعية العلماء المسلمين نعم طبعا بعد الموقف السلبي للسلطة الاستعمارية تأتي ما يسمى بتأسيس حركة أحباب البيان والحرية والتي كانت كذلك محاولة تجمعية للاتجاهات مثل ما كان المؤتمر الإسلامي لكن الآن بعد مجازر 8 ماي 1945 نجد بأن موقف الجمعية خاصة بعد اعتقال الشيخ البشير الإبراهيمي ثم بعد ذلك بمرسوم مارس 1946 وأستواربعين بالعافو عن المسيجين السياسيين تبدأ مرحلة جديدة هذه المرحلة الجديدة الآن هي محاولة تجميع الحركة الوطنية مجددا لذلك يذكر نجل الشيخ البشير الإبراهيمي تلك اللقاءات التي كانت تجمع مكتب الجمعية في منزلهم بالجزائر العاصمة ويذكر اللقاءات مثلا مع فرحات عباس وفي أحد اللقاءات يظكر على أن فرحات عباس طلب منه إذا أردت أن تتبع سياسة فرنسا فما عليك إلا أن تتبع سياسة جنرال هو سينت أرنو سينت أرنو الذي سميت على اسمه مدينة العلمة هنا في ولاية السطيف وهذا السفاح الذي كان يفتخر في مراسلته بما كان يرتكبه كذلك كانت هناك رقاءات مثلا مع الأمين دباغين وهنا يذكر أحمد طالب الإبراهيمي على أن محمد الأمين دباغين كان هو الوحيد الذي يستقبله والده في المنزل وعندما نتكلم على محمد الأمين دباغين في فترة الأربعينات وهو طبيب من السفا وكان يعمل في مدينة العلمة رحمة الله عليه نعم سيستقر في مدينة العلمة نجد بأن الأمين دباغين كان من الذين ومن القيادات في حزب الشعب الجزائري ثم حركة الانتصار المتحمسة للعمل الطوري لأن في المؤتمر الوطني الأول لحركة الانتصار الحرية الديمقراطية سيكلف بربط العلاقات مع الأشقاء العرب من أجل التحضير للعمل المسلح لذلك إذا وجدنا الآن محمد الأمين دباغين يتواصل بصفة مستمرة مع محمد البشير الإبراهيمي فهذا يدل بأن هناك أمرا موضوعيا لا نعرف ماذا كان يدور لكن لابد أن نبحث عن ماذا كان يدور بين محمد الشيخ البشير الإبراهيمي وكذلك محمد الأمين دباغين طبعا بعد الأربعينات ستعيش حركة الانتصار حرية ديمقراطية كالأزمة الخانقة نعم إلى غاية عام 1954 وهي التي ستنتهي الآن بإعلان تفجير الطورة المباركة في الفتح نوفمبر 1954 تفجير الطورة التحريرية الظروف التي كانت تعيشها الجمعية هو استقرار الشيخ البشير الإبراهيمي في القاهرة هذا الاستقرار أيضا يؤكد على ذلك الوضع غير سوي وغير الطبيعي الذي كانت تعيشه الجمعية لأن الجمعية التي توفي رئيسها عام 1940 نصبت نائبه الشيخ البشير الإبراهيمي وهو كان منفيا في آفل في الأغوات فهذا ظرف لا بد من ذكره كذلك الشيخ البشير الإبراهيمي سيعيش متنقلا من تنمسان فالعاصمة ثم بعد ذلك عندما ينتقل إلى القاهرة يذكر نجله على أن ذلك كان مخططا فقط أن يستمر لشهور لكن زيارة الشيخ البشير الإبراهيمي الآن إلى المشرق ستطال وتمتد إلى ما بعد الاستقلال فهذا يدل على أن الجمعية ستعيش ظروفا قاهرة يعني في إدارتها بين رئيسي الذي يستقر في القاهرة وبين مكتب الجمعية الذي كان في الجزائر هذه الظروف الآن هي التي ستدفعنا الآن بعد اندلاع الطورة التحريرية كيف نقيم أو كيف سيكون موقف الجمعية سمع نعم في هذا الإطار هل يمكن أن نتكلم عن مثلا الكثير يتحدثون في أدبيات ووثائق وجمعية العلم المسلمين عن بيان الورتلاني وبيان بشير إبراهيمي يوم مباشرة بعد إعلان اندلاع الطورة بل إن بعض المؤرخين الذين تابعتهم على صفحات توصف اجتماعي تحدثون على أن بشير إبراهيمي هو من قرأ بصوته بيان اندلاع الطورة من صوت العرب من القاهرة ثم بعد ذلك كان حتى اجتماع جبهة تحرير الجزائر التي كانت أيضا لحظة تجمع لمختلف طيارات وطنية ومن بينها كان بمبلا كان حسين أيدي حمت وأيضا كان محمد بشير إبراهيمي وكان الورتلاني الذين أمضوا في 17 فبري 1955 بمعنى حوالي ثلاث أشهر بيان لدعم ومساندة شعب الجزائر في بحثه عن هذه الحرية والاستقرام هو بالنسبة إلى تتبع كرونولوجيا إنصاح التعبير بمواقف جمعية العلماء المسلمين والتي حاول البعض التمييز بين المواقف الشخصية وبين المواقف الرسمية لجمعية العلماء المسلمين طبعا المواقف الشخصية إنصاح التعبير أو بين شولتين لعلماء الجمعية لم تتخلف لم تتخلف منذ اندلاع الثورة التحريرية بل أكاد أنني ممكن أذكر مثلا ما ذكروا أحمد توفيق المدني في موقف العلماء بالطورة ثم عندما يقول مثلا عبارة مهمة جدا قال إنني اتصرت في بياتنا أياما احتفالنا بافتتاح مدرستها الكبرى برجل من أكبر رجال الحركة الجديدة وعلمت منه في سرية تامة أن نبوءة فيما يتعلق بالطورة المدوية سيتحقق عما قريب وأنه سيمدني أولا بأول بكل المعلومات المتعلقة بالحدث العظيم حتى أسعى جاهدا مع إخوان الأبرار بكل ما في أنفسنا من قوة وإيمان لاحظ لربط جمعية العلماء بموكب الثورة فهذا القول للشيخ أحمد توفيق المدني يؤكد بأن هناك بعض المعلومات التي حصل عليها العلماء بتيك التحذيرات التي كانت تقوم خاصة في منطقة الأوراس المامشة لذلك يواصل قائلا ثم يقول كما تسلمت منه أخيرا قبيل غرة نوفمبر بقليل منشورة طورة السري وهو يقصد بذلك ميان أول نوفمبر 1954 معنى ذلك أن التوفيق المدني يؤكد بأن جمعية العلماء في بعض المناطق ليس كلها كانت على اتصال بتيك التحذيرات التي كانت تتم الآن بعد اندلاع الطورة التحريرية فعلا نجد بأن البيانات ستتوالى خاصة بيانات الشيخ البشير الإبراهيمي والتي تؤرخ خاصة بيان 2 نوفمبر 1954 والذي تناقلته الصحافة المصرية ووكالة الأنباء العالمية ممكن ما نقرأه في هذا البيان مثلا قال أذاعت عدة محطات عالمية في ليلة البارحة أن لا هيب الطورة اندلع فخافقت القلوب لذكر الجهاد ونحن في القاهرة وكأننا في موقع نار من خنشلة وباتنا يعني هذا موقف للشيخ البشير الإبراهيمي صابيحة الثاني نوفمبر 1954 كذلك في الخامس عشر نوفمبر وهو عام 1954 وهو البيان الشائع بين الجزائريين عندما يقول إن أقلا قليل مما وقع على رؤوسكم من بلاء الاستعمار يوجب عليكم الطورة عليكم ويوجه هذا النداء للشعب الجزائري ثم يقول إنكم مع فرنسا في موقف لا خيار فيه ونهايته الموت فاختاروا ميتة الشرف على حياة العبودية التي هي شرف الموت كذلك هناك مثلما أسلفت الذكر دكتور يوسف موقف الشيخ الفضيل الورتلاني يعني هناك يعني التصريح للشيخ الفضيل الورتلاني خاصة في 3 نوفمبر 1954 كذلك هناك رسالة الخامس جنوبي 1955 من الشيخ البشير الإبراهيمي إلى ملك السعودية الملك السعود ويطلب فيها يعني التعريف ودعم للقضية الجزائرية خاصة في الأمم المتحدة فهذه البيانات تدل دلالة قطعية على أن الجمعية كانت حاضرة كانت حاضرة هذا الحضور يمكن أن ينقلنا إلى مناقشة يعني الفرق بين الموقف الرسمي والموقف الشخصي نجد الآن بأن جمعية العلماء المسلمين خاصة المكتب المستقر في القاهرة برئاس الشيخ العربي أتبسي نجد بأنه سيصدر بيان في 28 جنوبي 1955 ثم نداء إلى الضمير الفرنسي في 25 فيفلي في نفس السنة 1955 ثم نداء باسم معلمي الجمعية في مارس في نفس السنة وهذه البيانات يعني تفضح الأساليب الاستعمارية والفرنسية التي واجهت بها الأعمال الطورية ثم بعد ذلك نجد بيان جنوبي 1955 لو نأتي الآن إلى بيان جنوبي 1955 والذي يواصل الشيخ التوفيق المدني ذكر كيف تم إذاعته والتحذير له هذا البيان عندما يذكر الآن الشيخ البشير أو الشيخ التوفيق المدني هو فقط ممكن هنا تستوقفنا عبارات أيضا على أن الثورة كان فيها وقع المفاجأة لأنه هذه ممكن عفوا نفتحه قوسا ونحن نتناول موقف جمعية العلماء المسلمين ودراستنا للتاريخ عموما لا بد أن لا تنسينا ذلك أو تلك الظروف التي يحدث فيها الحدث التاريخي لأن هذا الأمر عندما يغيب عن ذهن المؤرخ أو الباحث أو الدارس للتاريخ فإن أحكامه ممكن يعني تعرضه لكثير من الأخطاء وإعطاء أحكام جزافية في حق ذلك أو صناع ذلك الحدث لأنه يقول فوجي الجماعة لأن جمعية العلماء على غرار الشعب الجزائري ستفاجأ لأن حتى المخابرات الفرنسية يعني كانت عندها بعض المعلومات بعض المعلومات عما يحضر خاصة في اجتماع الاثنين وعشرين لكن لم تكن تعرف تحديدا ما هي الجهة التي نفذت عمليات الفاتح نوفمبر 54 لذلك وقع المفاجأة كان كبيرا ثم يقول كان علينا كجمعية للعلماء المسلمين التي كانت مجتمعة في سبتمبر من هذه السنة أو بعد ذلك يعني عفوا بعد اندلاع الثورة يقول أن تتداول في ذلك الأمر يعني تتداول في موقف جمعية العلماء من الثورة ثم يقول وموقفها تجاه الثورة الذي كان يستحق كل عناية وإمعان يواصل في ذكر بعض الاستعدادة ثم يقول بعد ذلك بعد مذاكرات طويلة ومفاهمات خاصة وعامة رأينا أننا مع الثورة ومن الثورة ولا يمكن إطلاقا أن لا نكون مع الثورة مع الحذر التام يعني هنا نجد بأن الموقف الرسمي لجمعية العلماء المسلمين سيأخذ خطوة للأمام وهنا لا بد أن نفتح أيضا قوصا جمعية العلماء المسلمين ويتؤسس هي جمعية لا يمكن لها ممارسة السياسة خاصة في المادة الرابعة خاصة في المادة الرابعة من القانون الأساسي لجمعية العلماء المسلمين لذلك هذا الأمر لا بد أيضا أن لا يغيب على الأذهان ثم يقول من أجل ذلك فنحن نهيب بكل سرعة بكل رجالنا وطلبتنا ومنظمتنا أن يعملوا عفوا ما استطاعوا مع الثورة مع ذلك هذه نداء غير مباشر لمختلف المنتمين إلى جمعية العلماء المسلمين على أن يلتحقوا بالثورة ولا يخفى مثلا تيك الجهود التي كان يقوم بها مثلا معهد عبد الحميد بن باديس معهد عبد الحميد بن باديس الذي كان يديره الشيخ العربي أتبسي نجد بأن طلبته يعني كثيرا ما التحقوا وأذكر مثلا وهنا محمد مهري أحد الذين ينحضرون من منطقة الصحراء في مذكراته يذكر على أنه ليلة الفاتح لنظمبر كان من المقرر أن ينتقل إلى تونس لكن عندما وصله النبأ على أن الثورة المباركة قد اندلعت التحق بجبال الأولاس معنى ذلك أننا نجد بأن جمعية العلماء الآن ومكتبها في الجزائر وجهت دعوة الآن لأفراد الجمعية بالانتحاق بالثورة في نفس سياق الاستعداد لهذا البيان الذي سيخرج كما قلنا في جوفي 1955 يقول الشيخ توفيق المدني ويذكر بأنه توجب الأمر منهم أن يرسلوا رسالة إلى الشيخ البشير الإبراهيمي من أجل سياغة بيان ثم يقول أما وقد انضمنا نحن للثورة بقضنا وقضيذنا وصارت مواكب من شبابنا وشيوخنا تتصدر المعركة أو تتوسطها فنرجوك أستاذ الجليل وهو خطاب موجه إلى الشيخ البشير الإبراهيمي أن تفجر من ينبوع فكرك الصافي موردا عذبا يشفي غلة الأمة الصادقة وأن تنشر باسمك وبصفتك رئيسا للعلماء المسلمين الجزائريين منشورا عاما يبارق الثورة ويمجدها ويدعو الأمة للمشاركة فيها روحا وبدنا ومالا فالساعة حاسمة والمسؤولية جسيمة ومن تأخر عن كفاح اليوم فلن يتقدم بعد الكفاح إطلاقا إذن معنى ذلك هذه رسالة من مكتب الجمعية في الجزائر إلى الشيخ البشير الإبراهيمي لكتابة وسياغة هذا البيان الذي تكلمنا عنه وهو بيان 28 جنوبي 1955 وهو أول بيان رسمي لجمعية العلماء المسلمين في جنوبي 1955 بعد ذلك سيكون هناك بيان أكثر وضوحا بعد ذلك بسنة في 7 جنوبي 1956 هذا البيان أيضا يفصل فيه أحمد توفيق المدني على أنه بعد ذلك بسنة أي في شهر جنوبي من سنة 56 وقد اشتدت المعركة وحمي الوطيس واندفع الشعب الجزائر البطل بقضه وقضيذه في هذه الحرب يقول بأن هناك اجتماع لمكتب الجمعية من أجل الإنعقاد فقال التصنى برجاننا في مختلف جهات القطري وانعقد الاجتماع العام بمركز الجمعية وكان يشمل 230 ميناء الأعضاء ثم بعد سياغة هذا البيان الذي قال بأنه أحدث هذا البيان دويا صارخا واشتغل الناس كافة بدراسته وتحليله داخل الجزائر وخارجها يعني كان موقف جنوبي 1956 مهم جدا لما احتواه من عبارات صريحة في ارتحاق الجمعية بالطورة ثم يقول وغني عن البيان أنني عرضته سرا على قيادة الطورة العاملة بمدينة الجزائر فابتهجت به وأقرته عندما يذكر هذه العبارة أحمد توفيق المدني فهو يؤكد على تيك الاتصالات التي كانت تقوم مع نواتي القيادة التي بدأت تنشئ الآن في الجزائر العاصمة بقيادة عبان رمضان وهو ما يؤكد أحمد طالب الإبراهيمي بأن هناك لقاءات جمعة شيخ الجمعية مع عبان رمضان من أجل تطوير موقف الجمعية على غرار بقية الحركات أو الاتجاهات من المركزيين كابن يوسف القدى وسعد أحلب أو حتى مع الإدماجيين أو البيانيين وفي مقدمة فرحات عباس معنى ذلك هنا يقول بأن قيادة العاصمة لاحظ ابتهجت به وأقرته يعني ابتهجت به وأقرته وهو ما عبرت عليه في بعض وثائق الثورة بأنه يعني ما يسمى كوراجو يعني كان شجا البيان الصمام 20 أو 56 البيان وصف ما قامت به جمعية بعلم المسلمين بأنه كان موقفا شجا نعم هذه العبارة لا بد أن تستوقفنا لأن ميثاق الصمام على أهميته يصف الآن موقف الجمعية على غرار تلك الأوصاف التي يعني أطلق على الحركة الميصالية أو ميصال الحاج إلى غير ذلك نجد إذن أن موقف الجمعية وهذا ما أكد هنا أحمد توفيق المدني قال عندما ابتهجت به وأقرته ويعني اعتبرته قرارا شجاعا معنى ذلك يعني هنا نجد بأن موقف الجمعية خاصة في البيانات المتتالية نجد بأنها كانت في بداية جنوب 1955 قد التحقت بالطورة التحريرية هنا إذا جئنا إلى محاولة يعني النظر إلى الظروف التي رافقت أو ما يسمى يعني هل تأخرت الجمعية على عكس مثلا بقية الاتجاهة الحركة الوطنية في الالتحاق بالطورة لا يخفى على أن اندلاع الطورة التحريرية في نوفمبر 1954 كان قد تعرضت من خلال الطورة إلى ظروف صعبة من بين أهم الظروف الصعبة هو إنعدام التنسيق ذلك التنسيق الذي لم يكن متوفرا بين منطقة وأخرى هذا التنسيق هو الذي سيؤجل مثلا اجتماع زون في 1955 هذا التنسيق هو الذي سيتخلف إلى غاية التحاق عبان رمضان هذا الالتحاق عبان رمضان بالطورة سيعطي انطلاقة ثانية للطورة لماذا؟ لأن التحاق عبان رمضان بالطورة سيبعث بتيك البيانات التي ستعرف أكثر الجزائريين أولا والطبقة الوطنية أو الحركة الوطنية بهذا المشروع الثوري هذا البيان سيكون في أبريل 1955 وبيان آخر في شهر جوال 1955 هذه البيانات هي التي كان من نتائجها هو ربط بتيك الاتصالات بين عبان رمضان ومختلف تشكيلات الحركة الوطنية كما قلت سيقنع ابن يوسف بن خدى بالالتحاق كذلك سعد أحلب تكلمنا منذ قليل تلك الاجتماعات مثلا مع شيوخ الجمعية وهي التي ستحرز تقدما في مواقف الجمعية في هذا التاريخ وهو جنبي 1956 وكأن أستاذ هذه البيانات كانت أكثر وضوحا لصورة الطورة وسمحت للآخرين بأن يتعرفوا أكثر على أهدافها وبالتالي أن ينخلطوا فيها بشكل أكثر رسمية لأنهم كانوا مخارطين فيها قبل بدايتها من خلال العمل التعليمي والتثقيفي وأيضا التحذيري ثم بعد ذلك انخلطوا في الثورة كأشخاص وربما بمؤسسات ولكن ليس بشرك رسمي ثم بعد ذلك وصلوا في لهاية لما نضجت الفكرة كان الإنخرار المباشر والرسمي في هذه كل الثورة وهنا ربما أستسمحكم لأسأل سؤالا هل هناك خلق ربما مقصود أو غير مقصود بين الثورة التحريرية ومؤسسات الثورة وهي جبهة التحرير الوطني فبعض ينتقد على الجمعية عدم انخيراتها في الثورة الجزائرية ولكنه في الحقيقة عدبا نحل ويقصد عدم انخيراتها في مؤسسات جبهة التحرير الوطني التي كانت ترقوا في النهاية أن يأتي إليها المؤسسات كمؤسسات ولكن تطلبوا منهم أن يكونوا كأفراد وليس كمؤسسات ربما الذي تأخره الانضمام إلى مؤسسات الثورة وليس إلى الثورة وإلى جسم الثورة نعم صحيح وهذا الذي يفسر لنا تيكا الأقوال والتمييز بين المواقف الفردية والمواقف الرسمية لجمعية العلماء المسلمين وهذا الذي ذكرته في الأول على أنه من بين الأسباب التي دائما تجعلنا نتساءل أو يتساءل كثيرون عن موقف الجمعية فعلا الجمعية من خلال كتابات وهنا إن عدنا مثلا حتى إلى كتابات الحركة الوطنية أو كتابات جمعية العلماء المسلمين الجزائريين نجد بأن ما يسمى بالبعد الثوري التحرري يا نشأ أنت رجاؤنا وبك الصباح قد اقترب ما هو هذا الصباح؟ خذ للحياة سلاحها معنى ذلك استعمال عبارات كذلك إذا جئنا مثلا إلى مجالس التذكير لشيخ عبد الحميد بن باديس كيف فسر مثلا آيات الجهاد؟ معنى ذلك أن الحضور الثورة كان موجودا حتى في كتابات وأدبيات جمعية العلماء المسلمين يبقى الآن قضية الآن موقف الجمعية الآن من ما يسمى جبهة التحرير الوطني لأن بيان أول نوفمبر فعلا هو سيوجه نداء للشعب هذا النداء أو لمختلف تيارات الحركة الوطنية لكن أمام ذلك عدم الوضوح خاصة ونحن نتكلم عن ظروف خاصة في العام الأول من الطورة هناك مناطق لم تنطرق فيها الطورة إلا بعد عام شهدت مثلا القطاع الوهراني أو حتى مدينة الجزائر عمليات فتح نوفمبر في بداية الطورة لكن بعد ذلك سنجد بأن العامل الطوري يكاد ويكون متوقفا إلى ما بعد عشرين أود 1955 معنى ذلك أن عموم الشعب الجزائري لم يستوعب بعد هذه الطورة هذه الطورة التي كما قلنا أحدثت وكانت بمثابة الزلزال الثاني مثل ما عبر على ذلك ابن يوسف بن خده لأن هناك زلزال سبتمبر 1954 فوصفت الصحافة الفرنسية بأن عملية فتح نوفمبر لمثابة زلزال هنا هذا الزلزال لا بد من التثبت هذا التثبت حتى الذين ينتمون إلى حركة انتصال الحرية الديمقراطية والتي كانت منشقة على المثاليين والمركزيين كان الأمر ذلك يتطلب منهم وقتا هذا الوقت هو الذي تكلمنا عنه عندما جاء دور قام به عبان رمضان وهذا نذكره للتاريخ هو قام بدور كبير جدا في التعريف خاصة وربط الاتصالات بمختلف تيارات الحركة الوطنية والتي من بينها كذلك جمعية العلماء المسلمين الجزائريين لأن الثورة التحريرية كما ذكر نخضر بن طوبال قبل مؤتمر صمام كانت بمثابة ثورة تقودها خمسة جيوش يعني وخمس قيادات يعني لا يوجد هناك تنسيق لا يوجد هناك اتصالات وهنا كذلك وهذا ممكن يبيننا دور الجمعية هو ربط الاتصالات مثلا لأنه عبان رمضان بعدما ربط الاتصالات بالحركة أو يعني اتجاهة الحركة الوطنية سيقوم كذلك باتصالات مثلا مع بعض المناطق خاصة المنطقة الثانية بقيادة زيغوديوس بعد استشهاد دوش موراد نجد أن دور مدرسة قسنطينة أو معد عبد الحميد بن باديس في ربط الاتصال في ربط الاتصال بالمنطقة الثانية خاصة بجهود إبراهيم مزهودي وهنا نذكر إبراهيم مزهودي الذي سيكون ضمن الولاية المنطقة الثانية الشمال القسنطيني المشاركة في مؤتمر صمام إبراهيم مزهودي أحد تلاميذ جمعية العلماء المسلمين وكان للشيخ العربي تفسي دور في إلحاقه بالطورة وسيكون مقر معد عبد الحميد بن باديس لربط الاتصالات بين قيادة العاصمة من جهة وبين قيادة الشمال القسنطيني هذه الاتصالات هي التي ستوصلنا إلى 20.056 معنى ذلك هذا أيضا يبرز لنا دور خافي لجمعية العلماء المسلمين في ربط الاتصال الذي فقد في الطورة في الأشهر والأسابيع الأولى شكرا أستاذ نبيل ربما الحديث يطول عن هذا الموقف التاريخي المهم جدا وهذه اللحظة التاريخية ونحن نحسن هنا في ستيف رسميا بهذه الذكرى العزيزة الغالية علينا ذكرى تأسيس جمعية علماء المسلمين التسعين والتي تتواصل طوال هذا الأسبوع وستتواصل خاصة ستصل إلى قمتها غدا يوم الجمعة بعد الظهر بعد صلاة الجمعة وأيضا يوم السبت لأن هناك احتفالات رسمية ستتم هنا وحتى على أقل على شكل خلاصة لهذه اللقاء أستاذ نبيل شريخي أستاذ التاريخ أذكر برطة أخرى أستاذ محاذر في التاريخ هل يمكن في النهاية أن نفسر كل هذه التطورات وكل هذه المواقف الجمعية المسلمين هل هناك بنظرة التاريخي المختص التقني العلمي أن نفسر تفسيرا علميا لهذه المواقف الجمعية العلمية المسلمين فعلا بأنه ونحن عندما نتكلم عن مواقف جمعية العلماء المسلمين لا ننصب أنفسنا مدافعين عن مواقفها أو باحثين عن تبريرات لمواقف جمعية العلماء لأنه نحن نشتهد على أن تكون الحقيقة التاريخية هي دائما السامية في هذا النقاش ذكرت منذ قليل بأن جمعية العلماء المسلمين كانت تعيش فعلا ظروف صعبة هذه الظروف الصعبة يعني مثلا رئيس الجمعية موجود في باريس أو موجود عفوا في القاهرة مكتب الجمعية في الجزائر يعني هنا هذا يمكن أيضا أن يكون سببا مفسرا لذلك التأخر بين قوسين وإن كان كما قلت بأن الجمعية كانت تقريبا على قدم المساوات مع مختلف تيارات الحركة الوطنية خاصة أو حتى من الاتجاه الاستقلال لنفسه بل سبقتها لذلك مثلا عندما أعود إلى مثلا البيان تعجوبي 1955 نجد بأن كان هناك مشكل كان هناك مشكل في جمعية العلماء المسلمين كاد أن يصل بمكتب الجمعية إلى محاولة نزع ما يسمى بذلك الضور الذي كان يقوم به الشيخ البشير الإبراهيمي خاصة في جانب رعاية الطلبة عندما يقول ذهب الشيخ العربي تبسي في عام 1953 إلى الحج وكان يعتزم ورفع يد الإبراهيم عن الطلبة في القاهرة ويغتنم فرصة استياء ساد البعثة الطلبية التي يجاوز عددها المئة من جراء قلة المدد لكي يأخذ بين يديه قضية الطلبة ومصيرهم وكانت أنباء مساعيه ترد علينا تباعا من طلبتنا الأبرار الذين ذاقوا بذلك ذرعا ورأوا فيه بروز قرون فتنة عمياء يعني هنا خشية مكتب الجمعية في الداخل على أنه تم تنحية بين قوسين الشيخ البشير الإبراهيمي في هذه المهام فإن ذلك سيعرض الجمعية إلى فتنة عمياء ثم يقول فما كان منا يومئذ إلا أن بعثنا بقية باسم مكتب الجمعية للإبراهيمي نجدد له فيها ثقتنا معنى ذلك هذا يدل على أن الجمعية كانت تعيش بعض الصعوبات الداخلية هذه الصعوبات تضاف إلى صعوبات مثلا مع حادثة الشيخ الطيب العقبي مع اغتيال نفتي كحول وغيرها من الأحداث التي تعرضت إليها جمعية العلماء المسلمين لذلك موضوعيا نرى بأن الجمعية المستقرة في القاهرة أو رئيس المستقر في القاهرة يعني يمكن أن يكون ذلك من بين الأسباب التي نفسر بها ذلك التحفظ الذي يراها البعض في موقف الجمعية أو تأخرها على الأقل رسميا في الالتحاق في الثورة كذلك من بين الأسباب التي يمكن أو يعني من بين التفسيرات التي يمكن أن تستوقفنا هو أننا عندما نجد بأن الجمعية كما قلت هي ليست حزبا سياسيا لذلك هذا أيضا يمكن أن يعزى إليه ذلك التأخر يعني لشهور لأن موقف الجمعية الآن كجمعية يمنع عليها ممارسة السياسة أو المواقف السياسية لذلك موقف الجمعية الآن لابد أن ينظر إليه كذلك على قدم المساواة مع موقف تشكيلات سياسية أخرى في مقدمات الاتحاد الديمقراطي بين الجزائري ليدما أو الامتيالي وغيرها كذلك كما قلت بأن مواقف الجمعية التي ستظهر مع ذلك التطور في أحداث الثورة والذي كما قلنا سيكون في زوفي 1955 وهذا الذي تم لأن الجمعية الآن ستصدر بيانة في زوفي في هذه السنة وبيانة آخر بعده وهو زوفي 1955 وهو الذي ينسجم مع ذلك المسار في العمل الطوري الذي أخذ بعدا سياسيا هذا البعد السياسي هو الذي ذكرناه منذ قليل بكتابة تلك المنشورات وكذلك التعريف بالقضية الجزائرية أكثر وعودة التنسيق بين مختلف المناطق والتي ستوصلنا إلى محطة عشرين فوت 1956 شكرا أستاذ دبيل ونحن نحتفل بهذه ذكرى الغالية هل لكم في نهاية هذا اللقاء الجميل الماتع المفيد جدا ونعرف كم بدلتم من جهود وأنتم المنشغلون المهتمون بهذا العمل التوعوي التاريخي هل لكم في هذه الذكرى الغالية علينا أن تقول كلمة لنا والعموم من يتابعوننا في جمعية علماء المسلمين الله في ممكن ما يمكن ذكره في نهاية هذا اللقاء الذي أنا بدور أشهركم عليه وأتمنى أننا قد قدمنا بعض وإن كان ذكرنا بعض الوقافات إن صح التعبير والمقام لا يتسع إلى ذكر إسهامات جمعية العلماء المسلمين في الجانب العمل المباشر في عمل مثلا رعاية الطلب الجزائريين الموضوع يطول ويطول وقد كتبت فيه الكثير من المؤلفات والدراسات الجامعية وكذلك نظمت فيه ملتقيات وطنية ودولية لكن ما يسعني في ممكن ختام يعني أو في آخر هذا النقاش هو أنه لا بد على أن دراستنا لمثل هذه المواضيع والدراسة التاريخية عموما يجب أن تتوقف عند تحليل المواقف في سياقها الذي حدثت فيه لأنه كما قلت أي دراسة تاريخية عندما ننزع عنها ما يسمى السياق التاريخي فإن ذلك سيجعلنا نتخذ مواقف ونخرج بمواقف جزاف يمكن أن الدراسة التاريخية لن نستفيد منها كذلك بالنسبة إلى الدراسة التاريخية يجب أن لا تكون محاكمة أو تصفية لحسابات مع تلك الشخصيات التي صنعت الحدث التاريخي لأنه عندما ندرس الآن مواقف جمعية العلماء المسلمين سواء تأخرت أو كانت في اليوم الموالي فإن ذلك لا يعد أن يكون أو لا يجب أن يكون محاكمة نصنف بها الأشخاص على أن هذا كان مع الضورة وهذا كان ضد الضورة لأن هذا كما قلت في البداية يعتبر من بين الانحرافات الخطيرة التي وقعت فيها الضورة للأسف الشديد لأنه بيان أول نوفمبر كان يدعو الجزائريين إلى الالتحار لكن لا يجب إن التحق الشعب الجزائري أو الجزائري أن نقوم بمحاسبته على تاريخ اتحاقه لأن هذا الأمر هو الذي سيجعل ذلك الصراع الذي مثلاً عانى منه حتى المركزيون أنفسهم عندما تكلموا مثلاً على بن يوسف بن خدى وعلى سعد دحلب ستكون عضويتهما في لجنة التنسيق وتنفيذ سي سي او بعد الصمام تكون سبباً بعد عام من ذلك في مؤتمر قاهرة وهو عزلهما عزل الآن اثنين من المركزيين كان بحجة أنهما من السياسيين الذين التحقوا متأخرين بالطورة معنى ذلك أن هذا الأمر الذي تعاني منه الجمعية يعاني منه حتى نعى مختلف تيارات أو تيار الاستقلالي وهذا الأمر هو الذي سيدخل الآن الطورة في ذلك الصراع الذي جاء بعد الصمام معنى ذلك أنه هنا نجد بأنه كما قلت هذا يعتبر انحرافاً يعني ذلك النقاش الذي يدور دائماً هو بمثابة انحراف للأسف الشديد عن بيان أول نوفمبر بيان أول نوفمبر قال الثورة هي تتويج معنى ذلك أن كل من يلتحق فهو يقدم منه إضافات لهذه الثورة لكن عندما انتقلت الآن قضية الآن محاسبة الذين التحقوا بين هؤلاء الثوريين وبين هؤلاء السياسيين ستدخل الثورة صراعات لن تتوقف إلى غاية المفاوضات لأن هذه النقطة أيضاً ستكون سبباً من أسباب الخلاف بين هيئة الأركان وكذلك بين الحكومة المؤقتة لرفض هيئة الأركان يعني بعض المواقف من السياسيين التي كانت برئاسة بن يوسف بن خده الذي يحسب أيضاً من الذين التحقوا متأخرين بهذه الثورة لذلك نرى بأن هذه النقطة تشترك فيها جمعية العلماء مع الاتجاهات الأخرى وحتى من الاتجاه الاستقلالي نفسه وهي انحراف كما قلنا عن المسار الذي انطلقت فيه الثورة التحريرية وهنا كما قلت عندما ندرس تاريخ الثورة أو مواقف جمعية العلماء المسلمين بهذه الموضوعية بهذه بدون حسابات كما قلت في الأول إيديولوجية سنصل إلى نتائج طيبة جداً ذلك هو الذي سيخرجنا بدروس هذه الدروس هي التي تكلم وممكن أختم بها قولاً بليغاً للشيخ عبد الحاميد مهري عبد الحاميد مهري عندما قال بأن وهو يحلل تلك الأزمة التي عصفت بحركة انتصار الحريات الديمقراطية يقول بأن القيادة السياسية للجنة المركزية التي كان الأخ بن يوسف بن خد أمينها العام يقول رغم إيمان أعضائها فرادة بضرورة الكفاح المسلح كوسيلة أساسية للتحرير الوطني ورغم الخطوات العملية المترددة التي اتخذتها في هذا الاتجاه كانت عاجزة سياسياً عن اتخاذ القرار الحاسم بالانتقال للكفاح المسلح في الوقت المناسب ما أشبه هذه العبارة إن جئنا الآن ونسقطها للذين يفرقون بين الموقف الرسمي وبين الموقف الشخصي لعلماء الجمعية لذلك ثم يواصل قائلاً وأسباب هذا العجز لاحظ وأسباب هذا العجز هي الجديرة في رأيي بالدراسة والبحث لمن يتصدى لتأريخ هذه الفترة معنى ذلك يعني نحن الآن الجدير بالبحث مثلاً في موقف الجمعية ليس طرح السؤال هل كانت الجمعية مع أو ضد الطورة بل ما هي الأسباب مثلاً التي جعلت موقف الجمعية مثلاً يتأخر مثلاً رسمياً بين جنبي 55 إلى جنبي 56 سواء في الظروف التي تكلمنا عنها حول الطورة أو بالنسبة إلى الظروف الداخلية فيقول الآن وأهم هذه الأسباب هو بقاء القيادة سجينة تنظيم سياسي للحزبة وتصور استراتيجي للطورة ثم يقول والذين يكتفون في تحليل هذه الأزمة ويقصد أزمة حركة انتصار الحرية الديمقراطية نعم بتصنيف التيارات والأشخاص بين متقاعس ومؤيد للكفاح المسلح يقفون في دائرة السطحية التي أشرت إليها آنفاً معنى ذلك عبد الحميد مهري يقول بأن النقطة المبدئية على أن المركزيين الميصاليين والنشاطاء كانوا متفقين على ضرورة الثورة مثلما كانت جمعية العلماء ومختلف تيارات الوطنية ترى بأن الطورة لا بد منها لكن يبقى الآن قضية الآن التوقيت إلى غير ذلك فقد تصنيف الأشخاص على أنه ضد أو مع الطورة يوقعون في تلك السطحية التي لا طائلة منها وهذا كلام ذليغ من أحد روادي الحركة الوطنية وهو عبد الحميد مهري عندما نحاول إسقاطات على ما تناقشنا فيه حول موقف الجمعية من الطورة التحريرية وكلامك أيضا أستاذنا بديع ممتع ومفيد جدا نشكرك شكرا جزيلا على هذه الجلسة التي نظنها ونتوقع أن تكون الأولى وبإذن الله لن تكون الأخيرة مواصل إن شاء الله في بركز الشهاب في جمعية علماء مسلمين في السطيف الاحتفاء والاحتفال بهذا الذكرى الغالي العزيزة تأسيس الجمعية تسعين سنة من العمل والعطاء خلال هذا الأسبوع وقدمنا محاضرة طبية علمية أدبية دينية باللغة العربية العزيزة على قلوبنا بلغتنا الأمازيغية الجميلة بلغات العالم بالفرنسية ستشاهدون فيديوهات بالإنجليزية بالألمانية بالتركية سنتواصل لنعرف كل الجزائرين إن شاء الله وربما حتى خارج الجزائر بهذه الجمعية العظيمة المفيدة التي كانت أسيسها ربما بداية صباح الجزائر واستقل الجزائر شاكلين لكم متابعتكم وتفاعلكم ونطلب منكم أن تواصلوا وأن تبقوا على متابعة هذه الجمعية فقط نشير إلى أنه ضيفاً الكريم صاحب كتاب بعنوان الجرائم موسوم بالجرائم الفرنسية في الجزائر أثناء الحكم العصاري مثال 1230 1271 تأليف مع أستاذ محمد عيسوي والدكتور تقدم مشكوراً بإهدائه إلى الجمعية إن شاء الله فنشكر له جهده سواء في داغوجي التعليمي أو على المستوى التثقيفي العام وأيضاً عن الكتابات والكتابات مهمة جداً في كتابة التاريخ إذن إلى بوعد اللاحق وذكر فقط أنه بعد مدة قليلة بسبب تأخر انتلاق هذا البرنامج أطرس على انتلاق برنامج آخر هو النسمات الرمضانية التي نشطها زميلي وأخي الدكتور خير الدين درويش الذي سيلقاكم بعد قليل لا تبتعدوا كثيراً لأنه سيحدثكم عن الشعر والأدب العربي وهو بوضوء أيضاً فري ومهم ومفيد متابعة مفيدة إلى اللقاء صحى رمضانكم وصحى طولكم شكراً شكراً لكم شكراً لكم